طيب نبدأ مع بعض بقى تريند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان نشوف خلال الساعات الاخيرة اللي اتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا وتحديدا من خلال عدد من الصفحات بعد الانتصار الكبير اللي اتحقق في مباراة المريخ السوداني نبدأ مع بعض تريند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا نبدأ مع بعض من خلال الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على الفيسبوك واللي كتبوا إن ده الفوز السادس للنادي الأهلي على التوالي فاز على الوداد في زهاب نصف النهائي كان الفوز 2-0 مباراة العودة الأهلي فاز على الوداد 3-1 نهاي دور الأبطال الأضية لأفشا كان الفوز 2-1 عز مالك لقاء سونديب في بداية هذه البطولة 1-0 في النيجر بهدف ديانج لقاء العودة مع سونديب في ملعب الأهلي والسلام الأهلي فاز بأربع أهداف مقابل لشيء كان أحرز الأهداف طاهر وليد سليمان بدر بنون كهربا وبالأمس الأهلي فاز على المريخ بسلاسة أهداف مقابل لشيء لأفشا وقهربا وولتر بواليا الصفحة الرسمية أيضا للاتحاد الإفريقي لقرة القدم مكاف على الفيسبوك قالوا امتدت سلسلة اللاه هزيمة للنادي الأهلي على ملعبه إلى 23 مباراة بدون خسارة أربع سنوات من الهيمنة على أرضه والفوز في جميع المباراة الإفريقية طبعا رقم قياسي جيد جدا بالنسبة للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية صفحة أو حساب جول على تويتر اتكلمها لأن آخر 14 مباراة للأهلي في دورة أبطال إفريقي على أرضه انتهت بفوزه في جميعها 23 مباراة متتالية دون خسارة مسيرة زهبية للقلعة الحمراء وزي ما قلت الكل بيتكلم على الأرقام القياسية اللي اتحققت بعد الفوز بالأمس على المريخ السوداني كمان من خلال الحساب الرسمي للنادي الأهلي بيتكلمه على محمد الشناوي بيستمر في تقديم أفضل مالدي حرصت المرمى في أمان للمباراة الثالثة على التوالي بدور الأبطال بصراحة هو من أفضل مالش أتمنى للتحاد الإفريقي بالمناسبة خلال الفترة الجاه في مباراة دورة أبطال إفريقيا يعمل جايزة من أفضل مالش رجل المباراة بتعمل منافسة وبتعمل رواق حتى للسبونسور الراعي للبطولة بيبقى فكرة جيدة واللعابة نفسها بتبقى بتستعدل ده بشكل كويس جدا عشان صورة تسكرية هدية بالتأكيد من الراعي كمان يعني حاجة تسويقية ممكن الكاف يستفيد بيها لكن الشناوي بصراحة بأمانة خلال الفترة الأخيرة أو تحديدا آخر سنتين ثلاثة عمل مستويات عالية جدا مش من مباراة ولا في المونديال لا الشناوي فرق بشكل كبير جدا مع منتخبنا الوطني ومع النادي الأقل ومباراة الاتحاد الإفريقي يتكلم على التوقيت اللي تصدى في الشناوي في الديئة 76 تصدى لقرة للمريخ السوداني بشكل رائع جدا سواء برجليه أو حتى بجسمه والقرة قدر يحافظ بيها على نظافة الشباك كمان من خلال صفحة الاتحاد الإفريقي كاف على حسابهم الرسمي على تويتر أشادوا بتصدى الشناوي لقرتين في سنيتين وراء بعد متتليتين في الديئة 77 و45 سنية والديئة 77 و46 سنية أنقص فيها كرة أخرى وتصفيق لي الشناوي من خلال صفحة رسمية للاتحاد الإفريقي زي ما قلتلكم في مباراة الأمس كمان من الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر يتكلموا على أن بوليا اللعب المحترف الأجنبي رقم 18 الذي يسجل لفريق النادي الأهلي في البطولات الإفريقية احنا بنتكلم على رقم قياسي رائع جدا بالنسبة في هذا الأمر لو بنتكلم على فلافيو هو المتصدر أحرز طبعا 18 هدف يلي وليد أزارو 13 هدف علي معلول 9 أهداف ثم جونيور أجاية 6 أهداف وجون أنطوي 4 أهداف يأتي بعد ذلك اللاعب طبعا الزنبي والتر بوليا من أصول كنغولية هو اللاعب رقم 18 اللي بيسجل للنادي الأهلي كلاعب أجنبي في البطولات الإفريقية وطبعا احتفاله بالأمس واحتفال دايما معروف به دايما في الملاعب الكنغولية آخر حاجة معايا سبورت 368 مصرية بيتكلموا على أن أول هدف لوالتر بوليا مع النادي الأهلي جاء بعد مرور 508 ديئة سواء في المباريات الإفريقية أو حتى المباريات المحلية لكن إن شاء الله الفترة الجاي هيكون فيه تفوق لوالتر بوليا وبداية إن شاء الله المسيرة مع النادي الأهلي بلافيو كان قاعد سنة كاملة لغاية لما دخل فيه مود المباريات وإحراز الأهداف لكن والتر بوليا الحمد لله سريعا بعد 500 ديئة أو 508 بدأ التهديف مع النادي الأهلي فيه المباريات الإفريقية وهدف ولا أروع في مرمى المريخ السوداني